أهلاً وسهلاً بكم مشاهدية الكرام اليوم غدين صحوة مارين ديال درس الدين الإسلامي دين التعايش ونبدأ من أستحضر مكتسباتي ما هي أهم الأخلاق الحميدة التي تعرفت عليها من الدرس القرائي السابق يعني درس القراءة السابق ديالوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاق الحميدة التي تعرفت عليها هي أن أبسعد عن الحرام أن أرضى بقضاء الله وقدره أن أحسن تعاملي مع جاري أن أحب لغيري ما أحبه لنفسي أن لا أكثر من كثرة التحك لأن كثرة التحك تميت القلب استشهد بمحفوظك من القرآن والسنة على أن الإسلام دين وسطية واعتدال قد قال تعالى في القرآن الكريم ولا تبدل تبديرا إن المبديرين كانوا إخوان الشياطين وأيضا قوله الكريم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين كما أن جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب لاحتدال في كل شيء فقد دخل ذات مرة رجال مهتمين بأمور الدين إلى منزل الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدوا زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين فسألوهم عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملته معهم فأجبنا هن بأن كباقي الرجال بالزيادة على أنه يتعامل معهم كباقي الرجال حسن المعاملة وطيب الأخلاق والكرم وبأدل وبعدل فسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غاضبة وقال صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا بشر أصوم وأفطر وأتزوج ومن رغب عن سنتي ليس مني بمعنى أنه يصوم ويفطر يعني العبادات ويتزوج يعني الدنيا دين ودنيا هذا هو ما يدل على أن الإسلام دين وسطية واعتدال بالإضافة أن الله سبحانه وتعالى قال في صورتها وخلقناكم أمة وسطة وكثيرا من الآيات ومن الصور ومن الأحاديث النبوية التي تبين بأن الإسلام دين وسطية واعتدال يعني الإسلام ما عمره ما كان عنف وما كان عسر وما كان كي طالب بالعسر إنما كان كي كلوا واشربوا خدوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا يعني هناك بيلك بأن الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تهتم بنفسك وروحك وأن تهتم بحقلك يعني الإسلام كان دائما هو دين وسطية واعتدال ومعمر مع النفة حتى الذين خرجوا عن طاعته لأن الله سبحانه وتعالى دائما ينتظر من عباده أن يهديه الله ودائما يعطيه فرصة الهداية لأنه يستطيع أن الله غفور رحيم ولماذا يغفر الله لعباده إن الله يغفر لعباده رغبا من أنه سيأتي يوما ويدرك ذلك لعبد خطأه ويعود إليه ثائبا الإسلام يدعو إلى الوسطية والاعتدال في كل شيء بالنسبة بما يوحي إليك عنوان النص يوحي إلي عنوان النص بأن الإسلام لا ينبدو للآخرين بمعنى أنه يدعو إلى أن يعيش الجميع في ظل واحد وأنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى وخلقناكم شعوبا وقبائل لسعارفوا يعني العنوان يوحي إلي بأن الإسلام يدعو الناس كافة إلى أن يعيشوا في سلام وأمن وأمان فمعني أنني مني كنقول التعايش فأني أريد أن أعيش مع الطرف الآخر بالرغم أنه مختلف عني عقديا ودينيا وسلوكيا كم عدد فقرات النص للفقر للنص الفقر الأولى ثلاثة فقرات الفقر الأولى تبتدئ من التعايش إلى من أهمها صعب لأنه نوصل هيدخل في تقسيم المبادئ التي يدعو إليه الإسلام وفقرة الثانية أنه دين الفطرة احتل بعدت لأتمم مكارم الأخلاق والفقرة الثالثة من هذا الجانب السلوكي إلى آخر النص اقرأ السطرين الأول والأخير من النص ثم افترض القضية التي يعالجها مستعينا بدلالة العنوان التعايش في مدلوله اللغوي العام يعني أن يعيش البعض مع البعض الآخر وفي مفهومه الاستراحي المعاصر أن يكون هذا العيش المتبادل قائما على المسالمة والمهادنة من حيث أن هذه الحرية حق طبيعي وفطري لكل البشر ومن حيث أن حياة هؤلاء البشر لا يمكن أن تتحقق بدون تسامع أي بدون الحق في الاختلاع الفرضية التي أفتعلها من السطر الأول والسطر الأخير هو لا يمكن لأي مشمعين أن يتعايش بدون أن يحترم الآخر الآخرة ما معنى التعايش لغة واصطلاحا؟ التعايش لغة هو أن أعيش مع الآخر في نفس المكان هذا لغة التعايش أن أعيش مع الآخر في مكان ما في محيط ما تجمعنا ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية لكن التعايش إصطلاحا هو هو التواصل مع الآخر وقبوله واحترام الاختلاف في ظل المسالمة والهدنة ما موقف التسامع في الإسلام وما علاقة بالتعايش أفول ما موقع التسامح في الإسلام وما علاقته بالتعايش يعتبر التسامح مبدأ ركيزي أي أساسي ركيزة أساسية للإسلام لأن الإسلام أصلا يدعو إلى السلام لأن التسامح هي المسالمة فحينما أسامحك فأنا أعفو عنك ما معنى نقش بعد التسامح التسامح من سمحة وسمحة هي لانة وسهلة إذن الإسلام كان يدعو إلى الليونة إلى اليسر يريد بكم الله ليسرق ولا يريد بكم العسر وعلاقته بالتعايش لأن لا يمكن أن أعيش مع الآخر في صراع وأنا أحتك به دائما ولكي يكون هناك تعايش حقيقي ولا بد أن يكون يجب أن يسوده التسامح أي يجب أن يكون مبنياً على التفاهم وعلى الليونة في الحوار وعلى تقبل الخلاف وعلى الاحتراف بالآخر مهما كانت وضعيته ما هي العوامل التي جعلت الإسلام دين التسامح وتعايش وعدة عوامل نشوف العامل الديني والعامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي نبدو بالعامل الديني أولاً جميع الصور القرآنية والآيات تدعو إلى التعايش في السلم وإلى التسامح لأن لأن القرآن الكريم يتضمن قصصاً لأنبياء ورسل عانوا مع مجتمعات في نشر الدعوة ولكن في النهاية نتيجة صبرهم وإيمانهم برسالاتهم الملقاة على عاطقهم وبإيمان بمبدأ التسامح اقتنعت شعوبهم بما جاءوا به بما فيه خير وفلاح لهم سامحوهم أخير دالي قصة سيدنا يوسف مع إخوته وحينما طلب الإخوة من أبيهم يعقوب أن يسامحهم على خطأهم لرمي سيدنا يوسف في الجب وحينما أصبح سيدنا يوسف دا سيادة في مجتمعه غفرة وسامح لإخوته برغم من معاناه من هموم وألام وديق قصة سيدنا يونس مع قومه الذين رفضوا الإيمان به وقلقه وعدم صبره ودهابه إلى مكان البعيد حتى غرق مركبه وابتلعه الحوت وبقي السنين وحينما رماه تعجب قومه كيف للحوت أن يبلعه ولم يصب منه شيئا فطلبوا منه المسامحة فسامحهم وطلب من الله أن يسامح لأنه لم يصبر على الإبتلاء الذي ابتلاه به وهو رفض قومه له كنبي يعني حاليا من كي يقول لك شي واحد الإسلام دينه التسامح والقرآن كله وقصص القرآن كله تدعو إلى التسامح وفيها صدق وفيها أشياء كتدل لأن الإسلام هو مبنع للتسامح واحتسنا النبوية شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي أكبر عامل أساسي في نشر الإسلام وفي الاعتقاد الجازم على أن من أهم المبادئ التي يدعو إليها الإسلام هي التسامح ومغير كيفاش نشوف ما يلعون الإسلام دين التسامح هو اليوسر احتمني كانوا كيمشيوا ينشروا الإسلام ما كانوش كيف فرضوه بالعنف لا الأقوام اللي كيمشوا عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم دينكم ولي دين يعني يعني العامل الأساسي لكي يخلي أن الإسلام دين التسامح هو من باعه مصدره القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أعطت انطباعا إيجابية لحقيقة الإسلام الذي يهدف إلى نشر التسامح والتعايش يعني حيث احنا عثر الرسول صلى الله عليه وسلم نشوف حاليا المجتمعات الإسلامية منفتحة على الآخرين برغم اختلاف الديانات الشعوب الإسلامية كالتعامل مع الشعوب اللي عندها ديانة ديالها من نوعين آخر كتحترم الديانة ديالها وكتحترم المعتقد ديالها والمقدسة ديالها وأفكارها ومبادئها وكتحترم احد الشعوب التي لا تديون لها لأن مسألة الاقتصاد بوحده والسياسة بوحده والدين بوحده لأن هناك تدخل الحرية مني كنتطبق مبدأ التسامح والتعايش مع الآخر وقبوله كهو كنتدخل أن الإنسان حر حر في معتقديه حر في ديني حر في فكريه لا تستطيع تحرض عليه شي حاجة المهم هو لا يسيئ لك وأنت لا تسيئ لك تكون العلاقة مبنية على الاحترام هذا هو التعايش يعني مني كان قبل التعايش مع الآخرين أنني رأي كان حثارمه يعني هو كي حثارمني وأنا كان حثارمه وما كيكونش العنف وما كيكونش التطرف وما كيكونش المغالث لأن الدين الإسلامي احتى الدين المسيحي احتى اليهولي معمره أي دين سماوي معمره ما كان دين عنف معمره ما كان كيف فرض الآخرين اتباعهم بالعنف كانت الناس تتمشي عن طيب خاطر والاقتناع بالعقل والحجوب والدليل اشرح قوله بعدت لأتمم مكارم الأخلاق هذا الحديث ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أولا منذ صغره تربى على أخلاق حميدة كان صادقا وأمينا ووفيا ومخلصا ولم يعبد صنما ولم يكذب ولم يزني ولم يسرق حتى أنهم سألوه فقال أدبني ربي فأحسن تأديبي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج للمواطن الصالح المتحلى بالآداب والأخلاق الحميدة لإسلام كله برمته لن تكتمع عن فيك تقاه الإسلام الحقيقي ما شدك لإسلام المزيف الإسلام الحقيقي النابع من القرآن والسنة والصادر من كل أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه بأنه كله أخلاق وحياء وأدب وأن الدين معاملة وسلوك حسن عدد مظاهر التعايش في الإسلام يعني من بين مظاهر التعايش في الإسلام أولا المجتمعات المسلمة لا ترفض المجتمعات الغير المسلمة كالتعامل معها اقتصاديا وسياسيا تجاريا وكالبيع وكالشير ما كينش لك المسألة ديال المسلمين بوحدهم وغير المسلمين بوحدهم لا حنا كينتبادل التجاري بتستمر الحياة لأن الدورة دورة الحياة مبنية على الاقتصاد على المال وأكبر نموذج للحديث الذي جاء عن سعيد بن مالك عن محمد بن الأردك الأدرك أنه قال المسلم سمحا إذا باع وسمحا إذا بتاع يعني لا باع لا شراء سمحا إذا قضى وسمحا وسمحا إذا اقتضى يعني مشا هو سمح وجاء سمح باع سمح شراء سمح ما معناها إذا لا ينفي طباعك لكي الزابون لا يهرب لا ينفي طباعك وإذا الزابون لا ينفي طباعك أو إذا بتاع هذا الشارع أو لا ينفي طباعك مع البائع ويحاول يحتال عليه ويأخذ له البضاعة وإذا من يخص مسكين والضرب على التمار هناك تدخل الوسطية والاعتدال بين بين أين وصلنا إشرح قوله عدد مظاهر في البيع يعني مظاهر تعيش في الإسلام هو البيع يعني الإسلام المسلمون تبايعوا واشتروا مع اليهود منذ القديم احتفع هذا الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ارتزوج هي يهودية الهند ورسول صلى الله عليه وسلم وحكايتهم مع اليهود الذي كان يرمي له الأذبال أمام بيتي كان شهر غاب عنه وطرق بابه وقال لماذا لم تعد تظهر لي في الطريق وما باش يقول لي أنت ما بقيتش كتلوح لي يزبل حد الباب اليهود خجل من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم وحجبت أخلق رسول صلى الله عليه وسلم أنا بالرغم أنه كتلوح لي أزبل حد الباب سمول عليه قال لي رسول صلى الله عليه وسلم خلت أن تكون مريضا فسألت عنك شوف عباد الله الأدب قمة الأدب أدبني ربي وأحسن تأديبي وهو قدوة قدوة لكل الشعوب ليس نحن المسلمين ومسألة أعدد مظاهر التعايش في الإسلام حتى في الحرب عهد عمر بن الخطاب من يمشو بغوي يحروا في فلسطين ما قالوا لهم قالوا لهم خلوا الكنائس وخلوا المحراب لا تحطموش يعني شو حرية الأديان احترام الأديان حرية الأديان ومحطموش الكنائس ومحطموش المحراب وفرضو على من لا يريد أن يدخل الإسلام أن يؤدي الجيزية ضريبة مش يعيش في ذلك البلاد المسلمة لأننا ديات المسلمين نحن دبقا في الاقتصاد كنديروها الدريبة على الدخل الضريبة لأن هذا هو الاقتصاد لا يريد استغلال لا رادي الحياة لهم ومين يجيبوا الفلوس باش يعيشوا كله في السلام هذا هو الاقتصاد المال التعامل مع المال مفهوم المال في نظر الإسلام كيف ومع من يدعو الإسلام للتعايش رقلتها يعني رقلت بأن الإسلام تيدعو التعايش مع جميع الشعوب ومع جميع الجنسيات ومع جميع الأديان وخلقناكم شعوبا يعني مجاش مسلمين عرب من قريش قال الله سبحانه وتعالى وخلقناكم شعوبا وقبائل يعني العالم كله وخلق عفوا يا ربي سمحني وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتعارفوا ممعنى لتعارفوا لتعارف والتواصل والإنسجام والاحتكاك سيقع التعايش ما عمر الإسلام ما دعا إلى التطرف وإلى العنصرية خص الإنسان يكون شوية منفتح عن الآخر ويكون منك ينقش أمور دينية يخدم العقل ويكون منك يهدر يعطيني الدليل والحجة باش تبقى صورة الإسلام صورة زوينة الغربي مخصوش نعطوه صورة معاكسة الحقيقة دي الإسلام ودي المسلمين ودي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأسباعه وأمراء المؤمنين حقيقة ديالهم هي أنهم كلهم مسالمين وكلهم كي آمنوا باليسر وكي نبدو العسر وكي نبدو العنف والتطرف ما المعجم المهيمن في النص وما دلالة ذلك كين المعجمين معجم ألفاظه كالدلع للتعايش والتسامح ومعجم للتطرف والغلو والإفرار الدلالة دياله بأن لكل قضية نقيد عدنا عدنا الاعتدال الوسطية وعدنا عدنا الإفراط والتطرف والغلو والمبالغة في الشيء عدنا التعايش وضد ما ضد التعايش والتنافر وحد الناس عايشين في جامعة مكونا وكونين علاقة علاقة اجتماعية كيخدموا مصالح بعضهم البعض والخرين متنافرين متباعدين كارهين لبعضهم البعض ولكن الطبيعة ما نقوله حتى الدين بصفة عامة الدين الطبيعة في حد ذاتها ترفض التنافر لأن الضرورة الاجتماعية تقتدي أن أتعامل مع الآخر لأن الإنسان اجتماعي بطبع كائن اجتماعي بطبعه أين تتجلى سماحة الإسلام عقيدة وتشريعا وسلوكا تتجلى سماحة الإسلام عقيدة بأن الله سبحانه وتعالى معمر ما أرهب الكفار أو مني بغوي يرجع إلى الطريق الصحيح رفض توبتهم باب التوبة مفتوح لأن الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم ومن حيث التشريع أن الشريعة سنحة المريض عنده رخصة دي الإفطار كيسمح لي الدين أنه يفطر والفقير كيسمح لي الله سبحانه وتعالى من ناحية تشريعية أنه يؤدي الزكاة ومش يغير في تشريع مش يغير احتفظ الصلاة أن الإنسان مريض ومقد يتودك يتيمم يتسمح كدر الليون الليون في الإسلام عموم كم زير حتى مني فردت الصلاة رما فردت على المسلمين دفعة واحدة نتيجة لأن الجاهلية اعتادوا شرب الخمر وممارسة بعض العادات السيئة بددك العادات تتأتي بشوية بشوية والقرآن الكريم ينزل آية وكتجي آية أخرى تنسخها بالتدريج الدين الإسلامي بنية في تثبيت قواعده ومبادئه بالتدريج هذا هو منها أما سمح سلوكا يعني إساخس يتعامل مع الآخر معاملة حسنة هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان سمحا وكان لينا معمره ما كان قافح وقدلي تعاملهم مع نسائه كان مخلي لهم الحرية في اختيار أزواجهن ما تزوجت أحدهن بناته ما تزوجت أحدهن غصبا عنها ولا بدون رضا إنما في الإسلام يطلب من المرأة أن تنظر إلى خطيبها وأن ينظر إليه لأنه من شروط الزواج لو كان دينه عثر لما تمت بناء هذه العلاقة على هذا الأساس استدل الكاتب بنصوص تدل على طبيعة الإسلام السمحة إيتي بنصوص تؤكد دعوة الإسلام إلى التعايش مع من يخالفون في الدين لكم دينكم وليدي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم تعبدون ما أعبد ولن أعبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليدي هذه صورة الكافرون هي أكبر دليل على دعوة الإسلام إلى التعايش مع من يخالفون في الدين جميع الأدلة المقنعة للطرف الآخر الذي يمكن أن يخالفك في الرأي أن تعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية كمصدرين أساسيين في التشريع ما العلاقة بين التعايش كما ورد في الإسلام وحقوق الإنسان علاقة الترابط وتوافق ما يدعو إليه الإسلام تدعو إليه منظمة حقوق الإنسان لأن منظمة حقوق الإنسان كلها مبنية على مجموعة من المبادئ الإنسانية التي تخدم الإنسان بالدرجة الأولى توفر له الأمن والأمان والحقوق والكرامة والإسلام أيضا مبني على هذه الأسس والقواعد وإلا ما شاع وداع وآمن به الناس حدد في النص المرسل والرسالة والمرسل إليه والغاية من الرسالة الرسالة المرسل هو عباس الجيراري هو الذي كتب هذه المقال أنا أعتبرها رسالة مصاج أن الإسلام دين التعايش هذه رسالة والمرسل إليه هم الناس الاختلاف أديانهم وعقائدهم والغاية من الرسالة أن ينبد الناس التطرف والعنف والمغالات وأن يعترفوا بالحقيقة هو أن الإسلام دين يسر وليس عسر دون دين وسطية واعتدال ويدعو إلى التسامح والتعايش وقد نجح الكاتب في إملاء هذه الرسالة بأدلة مقنعة من آيات القرآنية وأحاديث نبوية وحكم مع علاقة هذا النصر مجال قيم الإنسانية الإسلام كله مجموعة قيم قيم أخلاقية قيم دينية قيم وطنية قيم إنسانية لأن الموضوع يتحدث عن أهم محور هو قبول الآخر واحترامه والاعتراف به إلى هنا أودعكم إلى حلقة قادمة